لا يزال القطاع المصرفي أحد أهم الأعمدة بالاقتصاد الكويتي ولم يتأثر كثيراً بالهبوط الحاد في أسعار النفط حيث حافظت المصارف الكويتية على وطيرة عملياتها التشغيلية وأنشطتها الاعتمانية على الرغم من تباطئها البسيط خلال العام الجاري وقد سجل النشاط الاعتماني بالكويت في سبتمبر أثاني أعلى نمو له خلال العام الحالي على الرغم من أنه لا يزال أقل من نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي والتي سجلها عند 7.7% فبحسب بيت التمويل الكويتي فأن نشاط الاعتمان بالقطاع المصرفي الكويتي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6% خلال سبتمبر الماضي متجاوزاً عتبة الـ 32 مليار و400 مليون دينار وذلك بعد نمو سنوي قدره 5.2% سجل في أغسطس الماضي أتسهيلات الاعتمانية الشخصية استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 41.6% وبقيمة اقتربت من 14 مليار دينار في حين حل كل من قطاعي العقار والتشييد والبناء بالمرتبة الثانية وبحصة بلغت 31% من قيمة الاعتمانات المقدمة تنوع الاعتمانات لمواجهة رغبات العملاء ساهمت في نمو التسهيلات الاعتمانية المقصة إلى ما يقارب 9 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 2% ونمو التسهيلات الاعتمانية الشخصية الموجهة لشراء الأوراق المالية بنسبة 11% على أساس شهري لتصل إلى ما يقارب 3 مليار دينار نشاط ملموس في عمليات الاقتراض لم تحظى فيه القروض الشخصية الاستهلاكية على نصيبها منه في ظل التراجع المستمر في أحجامها وانتباطأت والتيرة انخفاضها لتستقر عند 1.2 مليار دينار إذن هي أرقام جيدة حققها القطاع المصرفي الكويتي خلال سبتمبر الماضي في دلالة منه على قوته وتمكنه من مواجهة أي عقبات فهل سيصمد القطاع أمام التراجعات المتوقعة في الودائع الحكومية وهل ستتأثر هذه التمويلات برفع الفائدة الأمريكية نترك الإجابة للأيام القادمة